يزخر أرخبيل سقطراء بالكثير من الموارد السياحية الطبيعية التي تشكل عنصراً للجذب السياحي فهناك التضاريس الطبيعية الجميلة المغطاة بالنباتات الفريدة والنادرة والتي يقدر عددها بتسعمائة نوع نباتي منها ستمائة نوع نادر ومائة وخمسون نوعاً تنفند به سقطراء الجزيرة الأم دون غيرها من بقاع العالم أشارها شجرة دم الأخوين وأشجار اللبان بأنواعها التسعة وغيرها من النباتات الطبيعية الأخرى بالإضافة إلى شلالات والوديان والأنهار الصغيرة الجارية التي تكسوها غابات النخيل ومن حولها الخلجان والشواطئ الرملية الصافية والناعمة والنظيفة والتي تمتد إلى ثلاثمائة كيلو متر في حزبة من الشعب المرجانية الجميلة والنادرة وببيئة بحرية هائلة الثراء تعد سقطراء من أهم الأماكن التي تعيش فيها الطيور نظراً لانتشار الغابات الطبيعية لتشكل مع البيئة البحرية أحد المعالم السياحية المهمة كما يوجد في سقطراء العديد من المغارات والكهوف من أهمها وأكبرها مغارتا حوق وذيجب تنوع حيوي فريد عملت الحكومة على إصدار العديد من التشريعات للحفاظ عليه فقسمت الأرخبيل إلى مناطق للحماية وأخرى للتنمية واعتمدت برنامجاً وطنياً لصون وتنمية الأرخبيل من خلال تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتدريب وتأهيل العديد من أبناء المجتمع في مجال الحفاظ على البيئة حيث أثمرت هذه التدخلات والتشريعات في الحفاظ على استقرار الوضع البيئي إلى حد كبير وتظل سقطر الجزيرة التي تدهشك دوماً بأسرارها